نقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2017-2018 وحساب الختامي للفترة من 17 من فبراير عام 2015 وحتى الـ 31 من مارس عام 2016 وملاحظات الأجهزة الرقابية بشأنه اللجنة دعت بيت الزكاة إلى التقيد باستثمار فوائد أمواله بصورة مجدية ومأمونة وإسناد الإشراف على محفظته الاستثمارية إلى ذوي الكفاية والخبرة رئيس اللجنة النأب عدنان عبدالصامد أكد أن اللجنة سبق وأن أبدت تحفظها على استمرارية استثمار الفوائد المالية المتحققة من معونة الدولة له والبالغة نحو 13 مليون دينار كويتي بدلا من صرفها للمستحقين وداعيا بيت الزكاة إلى التقيد بتلك القواعد وأن يتم التدقيق على المحفظة الاستثمارية من قبله هو وديوان المحاسبة